الموقف المصري الحقيقي انطلق من اللحظة الأولى كي يحاول أن يحافظ على حياة المدنيين الفلسطينيين وكي يحاول أن يعزز ما جرى بناءه في قطاع غزة وفي مدن قطاع غزة منذ يونيو 2021 وحتى الآن مساحة كبيرة جدا من العمل حجم ضخم من الأموال جرى انفاقه من أجل استعادة البنية الأساسية من أجل البحث عن درجة ما لجودة الحياة للمواطن الفلسطيني أو تحسنها بشكل أو بآخر مصر كانت من اللحظة الأولى مدركة لحجم التعقيدات التي تشوب هذه العملية برمتها تعقيدات فلسطينية داخلية أشار للبعض منها دكتور عمينيام سعيد من دقاي واتفق معه في ذلك حالة انسداد سياسي داخل فلسطين لابد أن نتحدث بشفافية جعلت الأمور تبدو منفلتة ما بين السلطة الفلسطينية وبين مجموعة من الفصائل المسلحة التي لها ارتباطات إقليمية شاردة إنجاز التعبير ليسوا على قلب رجل واحد لا توجد أجندة وطنية حقيقية يمكن الاستناد عليها وتنصيق الأدوار والزهاب في طريق فعلا تحرير الأرض الفلسطينية أو صياغة معادلة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أيضا على جانب آخر كانت مصر مدركة بأن هذه الجولة مثل جولات سبقتها جولة عفوا عبثية إلى حد كبير مجرد إحداث خسائر هنا وخسائر هناك كل طرف يريد أن يؤلم الآخر بدرجة أو بأخرى لكن من دون حتى تحقيق هدف تكتيكي واحد ترجمة نانسي قنقر